لمتابعة هذا الملف مشاهدين انضموا إلينا في الستوديو المدر العام لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة سيد خالد إسماعيل الندوي مرحبا بك أستاذ خالد حياك الله يا محمد يعني قبل فترة كانت هناك توجهات حكومية بتعزيز مفردات السلة الغذائية اختتمت أو تكللت أيضا بافتتاح مراكز في المحافظات ربما في بغداد تم البدء لتوزيع المفردات ومنافسة المواد الغذائية المباعة في الأسواق الآن يوجه السيد رئيس الوزراء بحصة إنشائية وأيضا يشدد على محاربة التجارة المشبوهة ما هذه التوجهات؟ كيف للوزارة أن تقوم بكل هذه الواجبات؟ ما هي الخطط التي يجب أن توضع من أجل تطبيق مثل هكذا برنامج؟ ابتداء هو زيارة السيد رسول الوزراء المحترم لمقر الوزارة والتقابل كادر المتقدم في الوزارة من غرض متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وإشراف السيد رئيس الوزراء ابتدان ومنذ أول لحظة عند تشكيل الحكومة الجديدة كان دافع قوي ومراقب قوي لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي فيما يخص حضرتك المفردات البطاقة التومينية وجه السيد الرئيس الوزراء على ضرورة تحسين نوعية وكمية المواد السلية الغذائية الموزعة للمواطنين أكد على ضرورة تحسين نوعية الرز وزيت الطعام من خلال المنشأ الرصين الذي يستورد منه طيب عدد المستفيدين حاليا من الحصة التومينية كم هو في العراق خصوصا أن هناك جدولة واستثناءات لبعض الذين لا يحتاجون لهذه الحصة هو المشكلة أن البطاقة التومينية ومفردات البطاقة التومينية والمفردات الستة زادة مادة الطحين توزع إلى 41.898.000 عراقي طبعا هذا الرقم كبير ورقم غير متوفر بباقة دول العالم المختلفة أتمتت البطاقة التومينية ومعرفة الناس المتجاوزين أو اللي هم مستحقها بدأت بأربع محافظات والآن العمل جاري على أنه أتمتت في كافة المحافظات وصولا إلى أنه إعطاء المواد السلة الغذائية إلى مستحقها واستبعاد الأشخاص الغير متوفرة إذا كانوا عن طريق الراتب إذا كان يزيد على 2 مليون أو السجناء أو المسافرين أو المتوفين اللي ما ظهرت أو كانوا تسلم هذه المواد إلى الأشخاص بدون أن يكونوا حقيقة موجودين وهذا العدد هائل يعني الوصول إلى هذا الرقم سيفيدنا إلى زيادة المواد المزالة طيب سيد خالد رئيس الوزراء شدد على أن تكون التجارة أن لا تكون التجارة وزارة للبطاقة التامونية وإنما أخذ دورها للإصلاح الاقتصادي ما خطتكم بهذا المجال نرجع إلى مهام وزارة التجارة حقيقة هي الرسم الحقيقي للبرنامج الاقتصادي الداخل البلد عموما يعني يسيطر على ورسم السياسة الخارجية والداخلية في موضوع وهل تقوم بهذا الدور؟ نحن دعونا نكون واقعين أنه وزارة التجارة بالتسعين وعندما فرض الحصار عراق انحصر دورها في السلة الغذائية وتوفيرها على اعتبار أن المنافذ الأخرى لوزارة التجارة أصبحت غير فاعلة تحولت إلى وزارة طوارئ تسمى وزارة المواد السلة الغذائية أو الحصة التومينية في حين الآن بتوجيهات السيد الرئيس الوزارة أنه لا بد لوزارة التجارة أن تقوم بدورها الفعال والحقيقي برسم السياسة الاقتصادية الداخلية والخارجية وتكون فاعل في هذا المجال من خلال الدعم اللامحدود من قبل السيد الرئيس الوزارة بهذا الخصوص طيب بالتالي الخطط موضوعة وسيتم تنفيذها أم أن هناك ستكون اجتماعات ولقاءات وورش عمل لدى الوزارة من أجل بلورت خطة يتم السير عليها في المرحلة المقبلة نحن مع بدء الحكومة التي مضى عليها السنة فالسنة الأولى يعني الإرث التي أخذناها متراكمات الأخطاء السابقة حتى تخرج من هذه التراكمات أخذنا فترة زمنية ليس بالقليل ولكن بجهود حديثة والعمل ليل ونهر على السير على السك الصحيح الآن وصلنا إلى مراحل أنه ممكن تكون وزارة التجارة حقيقة تعود إلى دورها الفاعل في رسم السياسة الإقتصادية مع هذا أستاذ خالد أنتم أيضا الآن شهريا تجاهزون ما يقرب من 42 مليون مواطن بمفردات متنوعة وبالتالي لا يزال هذا الجهد موجود كيف ستستطيعون المواكبة بين هذا الجهد وبين هذه الخطط؟ المهمة ليست بالسهلة ولكن الإعداد الهائلة أو هذا الرقم الذي يللل 42 مليون من خلال وضع الخطط الرئيسية لمحارفة أنه ضياع المال العام من خلال إيصالها إلى غير مستحقي الرجوع إلى دور الوزارة التجارة أنه تقوم بمهمها الرئيسية برسم السياسة زائدا الخطط الموضوعة أنه نوصل إلى مرحلة إعادة الشركات العاملة في وزارة التجارة يجب أن تعود إلى سابق عهدها في مجال الأسواق المركزية أو الإنشائية التي ستكون لها دور فاعل في المرحلة القادمة السيد الرسول الوزراء أكد على أن هناك سلة إنشائية ستكون العمل جاري الآن من خلال أنه تطلق بالشهر الثاني من 2024 6500 مادة إنشائية إذا كانت حديد تسليح أو الأخشاب أو السيراميك أو المادة الأخرى بحث توزع على المواطن والمواضع في عمون سيد خالد الآن هناك سيطرة على أسواق مادة الطحين لكن البعض يشكوا من نوعية هذه المادة هل ما يوزع هو من المنتج المحلي أم تم استيراده؟ الذي يوزع ضمن بطاقة السلة الغذائية التي هي مادة الطحين المنتوج المحلي من الحنطة زائداً مع الخلطة الأجنبية لغرض زيادة تحسين نوعية الرغف الخبز من خلال عدم نوعية من ناحية النوعية زائداً المعاندة شنو يعد للمواطن أنه يكون سيال السيولة تبدأ أن المنتوج المحلي يراد له سنة زمن حتى يستقر وتتكمل المادة إلى طبيعتها المقبولة نحن سنة الماضية أو سنة نلحقل ونجيبها إلى المطاحن ونوزع المطين التوجيه سيد الرسل الوزراء على أنه زيادة الاستيراد الأجنبي لغرض تحسين من خلال الخلطة التي توزع وضح شكراً لك المدير العام لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة الأستاذ خالد اسماعي للندو شكراً لكم شكراً جزيلاً